لسيد النائب إدريس الأزمي الإدريسي باسم فريق العدالة والتنمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السيد الرئيس، السيدة الوزراء، السيدة السادة النواب يشرفني أن أتناول الكلمة في طريق العدالة والتنمية في هذه الزلسة العامة المخصصة لمناقشة ثلاث قوانين مهمة ومهمة جداً في هذه الظرفية الاستثنائية وهي مناسبة لتجديد الإشادة والاعتزاز بالسياسة الاستباقية والناجحة والقيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله في تدبير ومعالجة أثر هذه الجائحة وبالإجماع الوطني وتجند وفعالية الجميع وراء جلالته نصره الله حكومتان وبرلمانان وأحزاباً سياسية ونقابات وسلطات ترابية وأمن وطني وقوات مسلحة ودرك ملكي ووقاية مدنية وقوات مساعدة وبالأطر الصحية المدنية والعسكرية ورجال ونساء التعليم وبانخراط كل المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني والإعلامي في هذه التعبئة تنويه كذلك باعتماد بلادنا في وقت مبكير لحالة الطوارئ الصحية كإجراء وقائي أثبت فعاليته للوقاية والحد من تفشي وباء كورونا وحماية الحق وضمان سلامة السكان وبالتأطير الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ الصحية بحيث أن كل هذا يتم في إطار الدستور وفي احترام القانون وتحت رقبة القضاء وهذا أساسي باعتبارنا نعتزو بكوننا دولة مؤسسات السيد الوزير والسيد الوزير الداخلية واحد النقطة كان واحد الفئة مستثنت من التنقل الليلي سيد تصلوا بنا دي المحلة في المياه والغبات ويجب أن تدرسوا هذه النقطة باعتبار الحماية دي الملك العمومي وهي كذلك مناسبة باعتباركم سؤولاً على الجماعات الترابية كذلك للإشادة من خيرات هذه الجماعات في المجهود التضامني البارح قلت له واحد الكلمة مهمة جداً أننا نحن وجه واحد السلطات المعينة والسلطات المنتخبة دائماً وفي مواجهة هذه الجائحة ولذلك اليوم الجماعات كذلك مساهمة وبالطبيعة الحال سيكون أثر سلبي على ميزانيتها وهذا الوقت سننفكروا رحنا انخرطنا يعني كجماعات ترابية انخرطت فيما يتعلق بالتدبير الأمثل للنفقات ولكن احتى هذه النفقات الإجبارية هناك بعض الجماعات التي لن تجدها من حيث تصريفها هذه اللولة ثانياً فيما بعد الجائحة سننراعي والدور الجماعات الترابية في التنشيط للإقتصاد وفي الجانب للتوفير فرص الشغل باعتبار سواء البرامج للتأهيل وكذلك البرنامج للتقليص الفوارق الاجتماعي والمجالي لذلك اللجنة اليقادة ستأخذ بعيد الاعتبار هذه النقطة بغين كذلك نوه بالدور الذي قامت به الوزارة ورجال السلطة فيما يتعلق بالتبليغ للدعم المؤقت هذا النجاح لا في النظام المعلوماتي ولا في التوصيل حتى العالم القاروين للناس توصلوا وهذا نعتز به ويحسب لبلدنا بطبيعة الحال من بعد غد تطرح هذه المسألة لهذه الحالة الطوارئ اخسناً على الجوافة القوانين التنظيمية لأنه لم تكن مطروحة اليوم نتصرف بالقوانين بالمذكيرات بالمناشر فمن بعد القوانين التنظيمية ستحتاج إلى أخذ بعيد الاعتبار النقطة فيما يتعلق بالقانونين اللي هما لا ديال الرفع ديال الصقف ديال التمويل ولا ديال المعالجة هذه معالجة مندمجة كيان الجانب الصحي والجانب ديال الحزر الصحي ولكن هذه القضية أولاً سيد الوزير نحن ندعم اللجوء إلى التمويلات الخارجية من أجل توفير العملة الصعبة وكي لا نغلطوش الناس توفير العملة الصعبة ليس من أجل المائي والغذاء كذلك من أجل الاقتصاد الوطني خسنا واردات من أجل باش يضر العجلة ديال الاقتصاد الوطني لذلك العملة الصعبة هذا الإجراء اللي اخذيته مهم ومهم جداً وكذلك الإجراء اللي اخذيته من أجل تدبير الأمثل ديال النفقات العمومية لأنه غادي نحتاج هذه النفقات العمومية من بعد أن ندوز هذه الجائحة باش تدور العجلة الاقتصادية وحنا في كيف ما اشتغلنا دائماً مع وزارة المالية في البرلمان ينبغي أن نكون شريكاً البرلمان هو شريك ديال الحكومة فيما يتعلق بالاقتراحات وليس فقط في المراقبة الاقتراحات خسنا هذه القضية ديال الأزمة باش نخرج منها خسنا واحد المجموعة ديال الإجراءات التي ينبغي أن نساهم فيها وأن نتحدث عنها ومنها بطبيعة الحل إجراءات اللي يمتع للقبل استفادة من هذه الوضعية ديال القطعة غير المهيكل كيفاش ندمجوه كيفاش ندمجو الناس في السينساس كيفاش ندمجو الناس في التغطية الصحية وكذلك كين واحد الإشكال اللي غدا يتطرحه هو ديال المقاولات الاستراتيجية ديال البلاد اللي هي يخصنا نشوفه كذلك سيغة مخصناش ننسوها لأنه حتى هي ستتأثر سواء كانت مؤسسة عمومية وحتى اللي هي في القطع الخاص لذلك فاحنا مع هذا القانون ديال التمويل وكذلك مع القانون المتعلق بالحل ديال الإشكالية ديال الشركات ديال المساهمة وتطرحات في اللجنة وتطرحات في المذكيرة اللي مشت لكم أن هذا الإجراء خصويت تعمم ما يبقاش فقط حصير على الشركات ديال المساهمة لأن كين أجل قانونية عند الشركات الأخرى بطبيعة الحل هذه فرصة وحنا تنتحدث على الشركات الوطنية باش نفتخره بالصناعة الوطنية وبالقدرة ديال المغرب في ضرف واجيز على تحويل مجموعة من الآلية الإنتاجية ديرو باش نتجو سواء الكمامات والذي نتجو الأجهزة ديال التنفس وهذه فرصة كذلك باش نزيدون كالرسول التقاء في الشباب في البتكار في المقاولة الوطنية وهذا أساسي باعتبار أنه من بقوش نركز على الجانب ديال المنع المبادرة الحرة ما خصتش المنع المبادرة الحرة خصتها التوفير ديال التقنيات والتوفير ديال المعارض التقنية التي ينبغي يعني الاهتمام بها هذه كذلك مناسبة يعني التقديم الشكر للحكومة فيما يتعلق بأن هذه كانت فرصة من أجل تسريع ديال الوطيرة ديال الرقمنة والاعتماد ديال الرقمنة هذه الدينامية يجب أن تستمر لن ينفت هنا سنعود لأقضية لأبناك السيد الوزير سنقوم بإراجع لها حتى التفك لأنه اليوم مرة أخرى الحكومة قامت بلع لها اللجنة اليقضى تقترح بنك المغرب هبط في سعر الفائدة وفرصه لا تتكلم على ثلاثة الأضعاف لإعادة التموين فبالتالي ينبغي لا نخلف الموعد مع التاريخ اليوم تنقلها كاملاً بالإجماع اليوم ليس يوم ربح اليوم هو اليوم ديال التضامن وبالتالي عينة من ذلك الفيديوهات التي تجلونها وعينة من الاتصالات لأبناك خصة تنخرط في هذا المجهود التضامني تنعتزب الأبناك ديالنا تنعتزب النظام البنكي ديالنا بقوته ولكن في نفس الوقت ينبغي أن ينخرط وليس ينخلط الموعد مع التاريخ لا فيما يتعلق الدولة دولة أجلت الضرائب واجلت التحملات الاجتماعية بدون فوائد واجلت الدولة دارت الفوائد فعلى غرار ذلك دولة كذلك ضمن أكسيجين 95% البنكي يتحمل 5% من المخاطر إذن خص لأبناك تطلق الفلوس للناس خلال 95% رأي الدولة ولكن ما نبقاه شغير في حدود المقاولات الكبرى المقاولات الصغرى المتوسطة ومنقولها التجر والصنع التقليديين خص المقاول الذاتي ما نوقفوش عنده كاين واحد الفئة اللي خص تهي قروض بدون فائدة في واحد الحدود معينة تكلمنا كذلك على هذا ضمن أكسيجين وبالتالي خص يكون واحد الاهتمام بالفئات الهشة لأنه المرة الأخرى هذه المقاربة التي قدرناها وتنعتز بها القيادة جلالة المالك وهذه التعبئة الوطنية وهذا الإجمع الوطني ينبغي أن يستمر وأن يساهم فيه الجميع ويساهم فيه الجميع بالمنطق التضامن ماشي بالمنطق الربح نقطة أخيرة أريد أن نوقف عليها باسم الفارق هو تنعشوا أحد الأجواء مهمة الإجمع الوطني خرجت واحد المسودة دي واحد القانون للأسف حدت واحد البالب هذه المسودة دارة ماشي وقتها ماشي وقتها أولا لأن الرأي العام تنصل بأي شيء على مستوى البرلمان ثانيا حتى الحكومة تقول لك هذه ليست صيغة نهائية ولا احتشي حاجة هناك عدلة وثنمية من حيث المبدأ تنأكدوا بأننا كما كنا دائما حريصين سنبقى حريصين على أنه القوانين ينبغي أن تستجيب للمقتضيات الدستورية ولس يما فيما يتعلق بالحريات والحقوق ثانيا سنكون حريصين وسننتصر دائما وهذه مكتسابات وتنحيي النقاش العمومي لأنه تيبين بأنه والمغاربة عندهم مكتسابات في الجانب الحقوقي وبغاء يحافظوا عليها سننتصر دائما لاحترام الممارسة دين الحقوق والحريات بطبيعة الحال بروح المسؤولية المواطنة والملتزمة وفي نطق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وهذا حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها مضمونة بمقتضى الدستور والقانون هو وحده الذي وذلك هذا القانون هذا في هذا وقت ما عرفناه لماذا؟ تنهيب ديال الحفاظ على الأمن وهذا مهم ركينا واحدة مجموعة ديال الإجراءات غير أثارة البلبلة لذلك نحن تنقل بأنه هذا القانون ما عنده وقت ما شيء يختب وفي الختام نستلهم من الكلمة التي قال السيد وزير الداخلية بأننا في سفينة واحدة ونحن صحيح في سفينة واحدة ولكن كذلك مطمئنون بالفضل بالاتقاد ديالنا في الله سبحانه وتعالى والعون دياله التوفيق السيد الوزير بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والتوفيق دياله ثم بالقيادة الحكيمة وبالوجهة الواضحة لمحددها جلالة الملك حفظه الله وبالتعاون وبالتجذيف المتزامن نحو هذه الوجهة لكل مكونات الوطن ولكل القوى الحية والمؤسسات والسلطات وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان شكراً سيد نائب